نروح بقى للصحافة الرياضية حضرات وتحديدا مقر جريدة البوابة نيوز حيث تتواجد زمالتنا العزيزة ماريم سميحة اللي هتطلعنا على أهم العنوين ومنشطات الصحف والمواقع الرياضية المختلفة واللي واحدة منها كان بتتكلم عن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو اللي موجود حاليا في مصر واللي كان ليه أكتر من جولة سياحية وتصور شوية صور زي الفول اللي هو شخصية نشرها على حساباته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي وبالمناسبة هيلعب ماتش خماسي مع مجموعة من نجوم مصر خلونا نتعرف على التفاصيل مريم صباح الفل عليك اتفضلي فعلا يعني هو أول عنوان هيبقى معنا النهاردة يا كريم ولكن خليني في الأول أصبح عليك وأصبح عليك نهواندا وأصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل المقر البوابة نيوز والعنوان الأول معانا من موقع اليوم السابع اليوم أسطورة البرازيل رونالدينيو يشارك في مباراة خماسي مع نجوم مصر طبعا زي ما كلنا تابعنا وزي ما انت ذكرت يا كريم الحقيقة أن منذ تواجد رونالدينيو من أول أمس مساء الاثنين في وصوله إلى مصر الحقيقة أن كل الهاشتاج الخاصة بتويتر ومواقع تاصل اجتماعي الحقيقة النهية كانت بتذكر رونالدينيو وزيارته لمصر الحقيقة أسطورة أكيد كبيرة جدا في عالم كرة القدم الأسطورة البرازيلية رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق والنهاردة الحقيقة الأربعاء هيشارك في مباراة خماسي مع عدد من نجوم الكرة المصريين السابقين في مجال كرة القدم وأكيد طبعا يعني هتلاقي هذه المباراة عدد كبير من المتابعين وكمان هتلفت الأنظار لها خاصة هي بتقام على صالة المونديال والتبع على نادي إسترن كومبيني وهو نادي إسترن كومبيني هو يعني اللي دعا رونالدينيو للترويج للسياحة في مصر والنهاردة قبل مباراة الخماسي هيزور رونالدينيو المتحف المصري وبعدها هيتوجه للأوتال اللي هو يعني بيسكن فيه واللي موجود فيه منذ وصوله إلى مصر وبعدها هيشارك فيه المباراة الخماسية واللي هتقام على صالة المونديال وفي ملعب خماسي على نادي إسترن كومبيني زي ما قلنا في البداية طبعا يعني يمكن كمان كان مفترض أن يذهب رونالدينيو ليشاهد مباراة نادي الأهلي ونادي إسترن كومبيني ولكن طبعا زي ما احنا عارفين تم تأجيل هذه المباراة ليوم 16 من يونيو المقبل ده طبعا نظرا لانشغال النادي الأهلي بمباراته وإنها أي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي واللي هتقام يوم من 30 مايو الجاري طبعا علشان كده يعني رونالدينيو ما كانش ليه الحظ أنه هو يعني يشاهد مباراة الأهلي وإسترن كومبيني وطبعا عايزين نفكر مشاهدين أن رونالدينيو وصل لمصر مساء الثنين وأقيم له حفل كبير جدا لاستقباله مساء أمس الثلاثاء طبعا تحت سفح الأهرامات والحقيقة أنه يعني جميع الأنظار كانت بتتجه لهذا الحفل وطبعا يعني نجح في الترويج للسياحة المصرية خاصة عدد كبير جدا من العنوين الصحفية العالمية تطرقت لزيارة رونالدينيو إلى مصر من البوابة سبورت اليوم روما يتحدث مهاد فينورد في نهاء دوري المؤتمر الأوروبي تستضيف أرضية ملعب أرينا كومبيتاري في العاصمة الألبانية تيرانا المباراة المرتقبة بين فريقي روما الإيطالي وفاينورد راتردام الهولندي في تمام الساعة التساعة مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي مسابق الدوري المؤتمر الأوروبي لعام 2022 في النسخة الأولى لهذه البطولة طبعا واللي يسعى كلا الفريقين لكتابة التاريخ والتتويج بها وصل روما إلى نهاء دوري المؤتمر بعد فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في اللقاءين بينما تأهل فاينورد على حساب مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين وأصبح نادي روما هو أول نادي أو فريق يصل لنصف نهائي البطولات الأوروبية الكبرى دوري الأبطال وأيضا دوري الأوروبي وأخيرا دوري المؤتمر وذلك بعدما سجلوا 27 هدف في البطولة الحالية خلال 12 مباراة في دور المجموعات ومن موقع بطولات فيرجزن لكلاب عند تسليمه جائزة أفضل مدرب هذا عذاب ويورجن لأؤمن بالألقاب الفردية مازح المدرب الأسطوري طبعا السابق لفريق منشستر يونيتد السير أليكس فيرجزن المدير الفني لفريق ليوربول يورجن كلاب ده طبعا خلال حفل تسلم جوائز أفضل مدرب في البريمير ليج لموسم 2021-2022 وكان كلاب الحقيقة تسلم جائزتين في هذا الحفل في جائزة أفضل مدرب من ربطة البطولة وأيضا من ربطة المدربين المحترفين ومازح فيرجزن كلاب قال هذا عذاب مطلق قصدا طبعا أن المنافسة المعروفة ما بين ليوربول ومنشستر يونيتد طبعا أثناء تواجد السير أليكس في أولترافرد ويمكن قال له مذاحا هذا عذاب مطلق وكمان من جانبه قال كلاب أنه لشرف كبير كان موسم مجنون لم تكن النتيجة الأفضل بالنسبة لنا ولكننا تجاوزناها بالفعل وواصل من الواضح أن التصويت من قبل زملائي هو أهم جائزة يمكنك الحصول عليها ولكن أيضا يعني يمكن أضاف يورجن أثناء تسلم هذه الجائزة أنه هو شايف لا يؤمن بالجواز الفردية لأن هي في الحقيقة كرة القدم في المقام الأول لعبة جماعية وهو شايف أنه من غير فريقه ما كانش هيصل لهذه الجائزة ومن الشرق الأوسط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على عملية بيات شالسي لمجموعة أمريكية يعني يمكن أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موافقتها المبدئية على انتقال ملكية نادي تشالسي إلى مجموعة توت باهلي الأمريكية مما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من إتمامها نهائيا وفقت مجموعة باهلي على شراء تشالسي مقابل 4.25 مليار جنيه سترليني مما يعادل 35 مليار دولار مملكي السابق الروسي طبعا إبراهيموفيتش في سبع ماي وكان إبراهيموفيتش عرض النادي اللندني للبيع مطلع مارس الماضي قبل طبعا أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغاز الروسي لأوكرانيا ولكن البيع يعني استغرق الحقيقة وقت أطول مما توقع الجمهور ده طبعا بسبب شكوك الحكومة في فكرة أنه يستفيد من هذه العملية الشرائية وأن تضاف الأموال بسبب هذه العملية الشرائية لخزينة إبراهيموفيتش ده طبعا كانت كل عنواننا أو جولتنا الصحفية اليوم من داخل مقار البوابا نيوز بشكركم جدا العودة لكم مرة أخرى نحن نشكرك على هذه التغطية المحترمة كالعادة زمانتنا العزيزة مريم سميح ترجمة نانسي قنقر